أعليلوا بونو بونو جب زيتون في عبونو أعليلوا بونو بونو جب زيتون في عبونو هاكم مربوخاتي واشراكم لبس اليوم بعد الحلقة اللولى لنجد طاواج كبير حول علي بن شيخ انتم ما لقد سقشوا ما شانا ها انتم ما حبيتوا ونكمل لكم الاخر قصة علي بن شيخ كيف جاء وين زاد اليوم انترقون لطفولة علي بن شيخ وين زاد كيف الحق الالجي وين اصلوا اذا كان بزرد حقائق سوف تصدم بعد الجزائري انا جمسوفين كي كنت صغير كنت اذهب للمسد كنت في بريمر كنت قولهم قولهم بالله علي بن شيخ استنكابي اوه علي بن شيخ علي بن شيخ قبلي لا يمشي أي اذا كان كنت اوه علي كأنه اوه علي بن شيخ كان نكر اصله بالنسبة لك كنت قبل تقرب من هاي كنت يكون في اغلب من من اصله وفي اسرق علي بن شيخ زاد سنة 1955 في قرية صغيرة دشرة بحبيت تسموها توبتي فيلاش واسمه أثواجاج أثواجاج هذا الفيلاش جاي ما بين الحدود الولايات بويرا وولايات بوجباري ريج الحدود الحالية بس كنت عودوا نقول للور هذه القرية كانت تبعا لغروند كابيري من تبدا لغروند كابيري في الفيلاج تبدا لغروند كابيري بروح تحتل بورج والصطيف وقجايا والدول بجايا واروح ألوغ علي بن شيخي ما قلت لكم القرية التي تزاد فيها واسمها أثواجاج كانت لغميزار وقت الحرب وقت القرية كانت لغيما ديما ألوغر بكاري أربع دا أربع شهر تلت شهر مابا مابا تلت شهر في وسط الخمسينات فرنسا حقت البلاج تتوقع كما دار دقاء لقابلي الوصف الوصف ودارهم داخل ودارهم داخل الوصف لتجدد المجاهدين لا يجدوا إعانات في وسط الخمس ومن بين العائلات هذه العائلة علي بن شيخ جده جده الله يرحمه وقال في باله قال لك نحن لا مزر لا مزر لدي شوية درهم وعلى منه بطل الزهر وقال لديه تجدد جده الله وامه وعلى بن شيخ وقال لديه في القصبة وقال لديه باب جديد الحومة ما كان جار علي بن شيخ هذا الوقت جار علي بن شيخ هذا الوقت هو رابع زياني وهو بابة كريم زياني ليراه ذوك يعمل كمدير رياضي في شبيبة القبائل جار علي بن شيخ في هذا الوقت الله رأي له كان منتج كما نقول نحن كنا نعيش في بيئة الريفية وبعد دو دو جور اللندن ما تلقى رحك في العاصمة عاصمة وش ما عاصمة في القصبة شدني او لا مطحة حانة جار علي بن مد شيخ مد شيخ حين ايضا كل واحد منهم كان يأتي من بلاد قبائل كان يأتي من الصحراء كان يأتي من الغرب كان يأتي من الشرق كل واحد منهم وشنو؟ كان يأتي بسبب البكري كان يأتي في العامة كان قرار سرع بها في القصبة و كان بسكرة كان بسطايفية كان مصور الغزلان كان و كثيرا كمحصلة قبل أيضا بحجرة الثالثة من مزر و كيف لا تسدي يحدد مواع في القبيلة كيف؟ وعلي بنشيخ بدأ يناضي قوشها دروات وعلي بنشيخ بدأ يكبر بدأ يكبر براء يلعب مع دراري وهو ما زال عنده الاكسون كابل كان عنده الاكسون كابل وش يقوله له يغنو له دراري أليلو بونو بونو جاب زيتون فيها بونو أليلو بونو بونو جاب لعجل غير نونو وهو ما على بلوش مسكن قاعد يشتح معاهم يغني حتى فاق بلوش يغنو به صحيح ما على بلوش الناس كانوا يضحوا وقع اصلاهم مجروريه كابل ووش اسمه ما على بلوش مسكن كما حكى نفل لك الله يذكره بخير أليلو بنشيخ بدأ يمرق الروح وقع بلوش يغنو به بسكوستان كابل وقع أولاد البلاد أليلو هم يغنو رياليتي قاعدين كما جينا حنا قاعدتك كل واحد مين جاء وقتش جاء هذا مكان يبدأ يكبر بنشيخ يبدأ يقول له كمبلكس باللي هو قبيلي يبدأ ينمي فيه كمبلكس على قادة القابل يبدأ يحصره حمجيني يبدأ بيانسيو جاد فالصغير يبدأ يكبر راح له الأقصن كابير يبدأ يتكلم العربية في لاجير واو كما يقولون يبدأ يتحلب الكابل حتى واحد نهار علي بنشقي يمشي كان يقلوا واحد اثناش سنة في عمره كان يمشي لقام واحد العجوزة قاسة يمشي بالعاني يمسكن قتلوا يمشي يا كابي ولي الجبل منين جيت قالوا اوه كيفا قال انا انا نقول من الجبل قال انا انتي منين انتي قتلوا قتلوا يعزك يعزك في راسك قتلوا انا بنت تركي انا اوهيك قال انا ليجيت من الجبل ماشي ولاد بلاد وانتي ليجيت من ترك والتي بنت البلاد ما هذا نهار علي بنشيخ دي سيدان ينكر أصوه قابل يقبعي لي قلب الفيستا كاريما بالسح كان الابنشيخ بده ينمي في روح ولا يتما هذالك الوقت كنا كى مالجي قايتك كنا كقال العبو بالن كم احنا كما هما وقد لالي جيناسون الجو والله ابنشيخ بده تعلم الاب باالن بالاخر دي سپاس حياء ضيق زبزاف القاري هدواكسي دي كارتي يتم تركي ريال ازل المريض لا يوجد الكثير من البالون على ما يسمفه يدير القرآن لا يتح dijرة ثم يكون صنع بالضبط ستأكد أن تكون موهبة في الفوتبالر لأنه يتعلم البتيبون و يدريب و التسكي صنويل لذلك نهاية الرماركة تعلق خطر مولديا كان ساكنة الحمارة و لكنهم يشاركوا بلا يرافي ببالا قالوا لماذا لا يتجيش للدسبيت معنا قالوا بفرحوا صوره راح دي سبيته في معاموله دي وشده هذه حكاية طفولة تبين شيخ الجسم الحق هذه عجبتكم وإن شاء الله لحبيتوه لحبيتو نكملونا لحبيتو نحبسوها الله هذه حلقة تانية الحق اللولة بدينها مع الله خرقاء كيف العبين شيخ دي سيدا يتغرب والحق التانية هذه ولينا للنفانسة والولادة وطفولة وكيف الحق القادم لحبيتو نكملو ابعتو لي ديرو لي لاخر لما حبيتو شام بصوت شوس السلام عليكم